دكتور محمد ايه فكرة الجنيه الرقمي اللي الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بتدرس انها تصدره وليه بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي اولا عاوز اقول لحضراك ان الجنيه الرقمي لابد عشان المشاهد يعرف ايه الجنيه الرقمي لابد ان احنا نعرف ايه الفرق بين الرقمانة والتحول للرقم الرقمانة دي هي عبارة عن المستندات الورقية اللي بيتم تحولها الى شيء رقم يعني انا حضراك لو روحت البنك بكتب بطاقة تعريف ليا بعنواني واسمي ورقم تليفوني البنك بيحول هذه المستند الورقي الى رقم واصبح انا كمحمد او استاذ ايهاب يبقى لي رقم في البنك هو الرقم ده موضح البيانات بتاعت حضراك لكن برضو الرقم ده نتطلع منه على الورق بالزبط يا فاندب ولكن من خلال الكمبيوتر والاجهزة الكمبيوترية عملية بقى ان احنا دخل فيها الالكتروني والاجهزة الالكترونية والحاجات ازاي كده تحولت من الرقمانة للتحول الرقمي اذا التحول الرقمي جزء من الرقمانة والرقمانة جزء من التحول الرقم طب ايه بقى التحول الرقمي ما قلناش ايه هو التحول الرقمي يعني استخدام التكنولوجيا في عملية الارقام هو ده عملية التغيير طرق الحياة الاساسية زي مثلا ان انا ادفع فطورة او ان انا احول فلوس لمحفظة زي ما انا اسحب مثلا بالفيزا بتاعت في المكانات الصرافة ده يعتبر ده تحول رقمي اشتري حاجة وادفع بالفيزا فاصبح العالم كله بدأ ان هو لا يستخدم الفلوس الورقية او النقدية حتى لو حضرك لو انت مسافر برا مفيش حاجة اسمها الفلوس الورقية بعد كورونا وازمة كورونا مبقاش فيه استخدام النقود الورقية حتى كانوا بيخافوا حتى بعد لمس الفلوس يطهر ايدي بالظبط فانت بعد الثورة الصناعية الاولى والثورة الصناعية التانية وجيت على الثورة احنا في نص للثورة الصناعية الرابعة اصبح العالم فيه تغيير كامل اذا لابد ان انت تواكب هذا التغيير الفضيع مصر اصدرت الجنيه الرقمي هل الجنيه الرقمي البنازبة كان من سنة 1993 واصدرته فنلندا ولكن لم تستطع ان تستمر في هذا الموضوع وبدأت الدول العالم تغير نظرتها نحو التعامل بالجنيه او بالعملة الرقمية يبقى اذا العملة الرقمية هي وسيلة دفع ومدفوعات بدون التعامل مع الفلوس الورقية التي تستخدمها كافة الدولة يعني احنا يا فندم الخبر بيقول ان البنك المصري المركزي بيدرس فهو اصدره ولا لسه بيدرس لا يا فندم هو قرر ان هو يصدر الجنيه الرقمي ولكن عملية اصدار الجنيه الرقمي بتستخدم او بتحتاج لمجموعة من سنة الشرعات القوانية الكثيرة جدا والقوانيل الكثيرة جدا والجلوس مع كافة الوزراء في تنصيق العمل لإصدار الجنيه الرقمي بالاضافة زي ما حضرك اشارت في اول اللقاء ان هو اللي دخل الصندوق النقد الدولي في التعامل مع البنك المركزي لان اي تشريع واسنان او تسن الدولة المصرية عملية اصدار الجنيه الرقمي لابد من التوافق مع مين مع صندوق النظام العالمي للبنوك المركزي نظام العالمي الدولي اذا النظام العالمي الدولي يتجه نحو الجنيه الرقمي او العملة الرقمية بالمعلة صح حضرتك احنا كمصر لابد ان احنا لا نختلف عن العالم كله اخر اه بالزبط فعندما لابد ان احنا نساير الثورة الاقتصادية والتغير التكنولوجي الحكس طيب السؤال التاني فضل اللي اعتقد ان السادة المشاهدين عايزين يسألوه ساعدتك الاول لما كان البنك بيبقى عنده ورقة قيمتها ميت جنيه كان لازم يكون في المقابل ليها يا اما دهب يا اما بترول يا اما احتياطي من النقد الاجنبي الزبط فعندما هل الجنيه الرقمي ده ده حيبقى اسم بقى يعني حيبقى رقم اه مفيش ورقة بقدامه لا مفيش لا فعندما انا عاوز اقول لحضرك على حاجة وطبعا انا بحيا حضرك على السؤال ده اكيد يعني النقود الرقمية لا تختلف تماما عن النقود الورقية ولكن انا ما بستخدمش هي نفس النقود اللي مع حضرتك يعني نفس النقود الموجودة مع المواطن المصر او البنك المركزي بيصدرها بنفس التشريعات وبنفس القوانين للنقود الورقية هي نفس القوانين والتشريعات بالنسبة للنقود الرقمية اذا لا اختلاف يبقى لازم احنا لازم يبقى فيه مصدر يعني ايه برضو فان يعني انا عاوز اقول لحضرك ثانية واحدة احنا محتاجين توضيح حضرتك تتكلم عن مستوى عالي من التخص دلوقتي انا لما بروح للبنك اقول له اسرف لي الف جنيه من الفلوس اللي انا حطيتها عندك البنك بيديني الالف جنيه لانه هو حاطت في اعتباره ان انا معايا خمسة عشر عشرين الف في اي وقت اطلبهم هو مجهزهم كورق حتى لو انا عايزهم ورق لكن لما نقول ان الجنيه الرقمي ملوش رصيد عند البنك مادي يبقى اذا ان دي ازمة انا عايز اصرفه هيعمل ايه لا يا فندم اللي هيها رصيد عملية اصدار الفلوس بالنسبة للبنك المركزي المصري او البنوك المركزية العالمية لابد عندها الاصدار لابد ان يكون لها رصيد من الذهب او رصيد مادي موجود في البنك المركزي المصري او موجود في البنوك حتى لو كان الاصدار ده رقمي حتى لو اصدار ده رقمي بس ما هو ده اللي انا بقول اذا العملة الرقمية هي اسلوب للدفع تسهيل والدفع والتسهيلات يعني حضرائك لو انا قلت لحضرائك دلوقتي انا عاوز احول لأستاذ يهاب الف جدي مصري يا ريت يا فندم انا عادي حضرائك رقم الحساب الحال بس يبقى انت حضرائك هتديني رقم الحساب هل انا طلعت دلوقتي فلوس من جيبي وديتها لأستاذ يهاب لا لا اطلق انا على المحفظة بتاعتي حولت انت حضرائك عندي جب ما هو ده حاصل يا فندم بالفعل ايه الجديد بقى ده السؤال التالت برضو والسادة مشاهدين عايزي يسألوا الحالة ايه الجديد بقى حضرائك يعني ده حاصل احنا دلوقتي قردي بقى لنا دلوقتي خمس ست سنين او اكتر يمكن بندفع فاتورة المية والغاز والتليفون والكهرباء وبنحول لبعض فلوس محفظة مش عارف ايه ومحفظة ايه كاش صح؟ تمام ايه الجديد بقى ايه الجديد ان حضرتك وانا عارفين الخطوات والأبليكيشن في عملية التحويل مني لحضرتك كويس بس فيه هل هو بالفعل القاطع لكافة جمهور الشعب المصري يعرف هذا الأبليكيشن او هذا التحويل يبقى ايزا احنا نقطة ومن اول السطر ان هو الدولة بتتجه اتجاه ان ما دالت التعامل بالورق احنا عاوزين نلغي موضوع الورق تمام اسمح لي مش مقتنع اقول لحضرتك اقول لك انا بس مش مقتنع بيا عشو طعا فاتقول لي ايه مش مقتنع لانه لو كانت الحكاية هي التسويق المعلوماتي للشمول الضريبي او الشمول المالي عفوا انه كل واحد يبقى عنده حساب في البنك وانه يدوس على دي تبقى انت كده خلاص حولت الخمسة جنيه لخالتك معرفش لو كانت هي دي كده طب واحنا هندخل البنك الدولي ليه عشان اعرف خلتي حضرتك قلت مندخل البنك الدولي والصندوق لان فيه تشريعات طب تشريعات لايه لما ده موجود قريدي ايه الجديد اللي انا هحتاج له تشريع اه او ده السؤال انا عاوز اقول لحضرك على حاجة هل التبادل والتجاري بين الدول اه هيتم ازاي لو ما فيش عملة محلية رقمية يعني مثلا روسيا في خلال الفترة السابقة عندما حدثت ضغوط وعقوبات عليها من الجانب امريكا وحلفها اتجهت الى ان تستخرج ايه اه العملة الرقمية الروبل الرقمي اه لتسهيل عملية التنقل والمدفوعات بينها وبين الدول برضو بنفس فكرة الافراد يعني فكرة انها تم دي بنفس فكرة الافراد تبقى بعتت 100 مليون روبل بالزبط يا فاند فيظهر في محفظتها هناك الدولة بتحاول ان تنقل الافراد والمؤسسات والتعاملات الدولية من خلال التعاملات الرقمية السهلة بدون الاحتفاظ من النقر يبقى اذا اذا الجديد على مصر ان هي هتعمل التشريعات بحيث انها تقدر تستخدمها في التبادل التجاري مع الدول الاخرى بالزبط وهو دي سياسة مصر يعني لو حضراتك بصين الموضوع احنا ليه اتفاقية مصر مع البريكس مثلا اللي احنا هنبقى عضو فيها في 20-24 لا احنا ده خلاص لا خلاص يا فاند واحد اربعة اي يعني بعد كم يوم يعني اي يوم بعد كم احنا بالمناسبة احنا اعضاء في البنك بتاعهم بالزبط لكن التجمع السياسي هيقبل عضواتنا واحد يناير بالزبط يا فاند وبالتالي انت يا حضراتك لو بصيت للبريكس هيصدروا فيما بعد بالمناسبة عملة البريكس قد يكون وقد تقتصر على تحديد بعض العملات نقف ونقول هيتم التبادل التجاري بين اعضاء البريكس ازاي بعملات محلية او بالاستقرار على عملة منهم مثلا او عملة منهم وخاصة ان الصين بتحاول تفرط سيطراتها على اساس ان تتعامل بايه اليوان الصين اليوان الرقم اه الرقمي يبقى ايزا التعاملات دلوقتي خلاص ما بقيتش انا كدولة مصرية اللي ناخد الفلوس ووديها للصين او ابدل احنا لغاية دلوقتي يا فندم بناخد الفلوس ونديها للبلد اللي بنستورد منها قمحة نظام السوفت والمشتقات والعقود الاجلة وبتم بهذا النمط اللي هو السهل اللي هو متعرف عليه ولكن انت حضرها كما بتيجي تتعامل مع اي دولة اخرى بتتعامل بايه بالدولار هي دي نقطة الفيصل ان الدول كلها دلوقتي بعد اتفاقية برايت ووتس سنة 1944 وهيمنت الدولار على الاقتصاديات العالمية والتبادل التجاري اصبحت فيه بعض الدول زي البرازيل مثلا بتحاول بقدر الامكان ان تخرج برا على طاقت وكلنا بريكس بيعلنوا رسميا ان ده من اجل التخفيف على احتياج الدولار بالضبط انت عند حضرك عندنا هنا في مصر برضك فيه مشكلة جدا في موضوع الدولار طب يا فندم كان يتوقع المرء انه لما ييجي نقول احنا محتاجين تشريعات لكي نخرج من سيطرة الدولار نلجأ في انجاز هذه التشريعات للنظام البديل لسوفت لكن مش معقولة المواطن البسيط يصدق ان امريكا اللي عاملة سوفت واللي عاملة صندوق النقل واللي عاملة البنك الدولي واللي بتتحكم فيهم هتاخد منها اذن وحتوفقك على ان انت تتبادل بعملتك المحلي حتى الان حضرتك لا تفرض على العالم كله ما تحلم به اه حضرتك انا بحلم كدولة وكل الدول البريكس البرازيل وجنوب افريقيا وروسيا بتحلم في تطبيق هذا حضرتك لا نفرض عواقب كثيرة على الحلم الذي نحلم به اه وبالتالي نترك الحلم ان نحلم ان يتم التعامل التبادل التجاري بالعملات الرقمية بين هذه الدول ده المقصد بان هذا التحول نحو العملة الرقمية لو لجأنا لبعض الاحساءات نسأل تمام تمام شمول المالي وصل في مصر لغاية ايه؟ احنا بنشوف دلوقتي العمال الترحيل عندهم كارت بيقباضوا بيه اه بالظر شوف السيدات المسنات في المعاش بيقباضوا بكارت يعني الحقيقة الموضوع بقى مزهل يعني جميل بس احنا بنقول كده لاننا في العواصم واحيانا عواصم المحافظات لكن لو قلنا بقى عموم الشعب المصري الشمول المالي وصل لغاية فيه طيب انا عاوز اضيف لحضراتك ان حاجة بس في السؤال اللي قابله ان الجنيه الاسترديني الرقمي حتى الان مع اتخاذ كافة الاجراءات في تطبيقه واستخراجه لن يتم الموافق عليه حتى عشرين تلاتين يعني البرازيل حتى مع استخراج وموافقتها لتطبيق الجنيه العملة الرقمية موافقتها تبدأ فيه في عشرين ستة وعشرين مين دا اللي حيصدر هذه الموافقة مع التوافق مع صندوق الناد الدولي وخلافه من سن التشريعات والقوانين الدولي والموافقة الدولية اللي انا عاوز اقول لحضراتك ان هم بيحولوا كثيرا في عملية ان تفرض موضوع العملة الرقمية لكل الدول وبالتالي حتى الموافقات في هذا التوقيت بتستخرق وقت كبير جدا ان الجنيه الاسترديني الرقمي هيتم التوافق عليه واستخراجه عشرين تلاتين طب يعني بريطانيا بتتعامل بوسائل اخرى غير الافراد اللي بيتعاملوا مع بعض بيها بالضبط يا فانت بالضبط اجي بقى لحضراتك للشمول المالي الشمول المالي دي من كلمتها عشان المشاهد بيعلم هي عملية شمول او شمولية بالمعنى لا صح يعني اضافة كافة افراد المجتمع تحت مظلة الجهاز المصرفي او الجهاز المركزي المصري كما يشابه ليه وبالتالي لو تلاحظ حضرتك ان جزيرة زي جزيرة بهاما دي من اكتر الجزر او اول الجزر اللي استخراجت العملة الرقمية او طبعا عشان السياح عشان السياح عشان البهاما دي عليها طلبات سياحة وبيدفعوا فلوس كتير جدا بالضبط يا فانت فانت انا عاوز اقول لحضراتك عندما وفقت الجزيرة على استخراج العملة الرقمية كان من اهم مبادئها تطبيق الشمول المالي يعني الوصول الى افراد لم تصل اليهم اي وسائل اخرى لادراجهم تحت مظلة الجهاز المصاري لك شرط من شروط تطبيق العملة الرقمية طب احنا وصلنا الكان في المية تقريبا كده انا هقول لحضرتك لو بصناها كده كاحصيات وانا راجل احصيات لو بصنا ان الشمول المالي في 2016 كان حوالي 17 واحد من 10 في المية في 2018 كان حوالي 20 في المية في 2019 23 في المية في 2020 كان حوالي 31 في المية في 2021 كان حوالي 36 في المية في 2022 كان حوالي 42 في المية طب 20 23 اخر احصائية 44.9 من 10 في المية ده رقم عظيم لانه نص الشعب عنده شمول مالي انت عندك اصلا مصر دولة فيها يمكن 60 في المية تحت الاربعين سنة فانت عندك اطفال مش مطلوب منهم عندهم شمول مالي هو يبقوا تحت مظلة الجهاز المصر بغاية 16 سنة مثلا بس ضبط فانت عندك نسبة كبيرة جدا للحصائية ديت ده رقم عظيم طب اخيرا نفنم بسرعة ايه الفرق ما بينه بقى وما بين العملات الرقمية البيتكوين والكلام دوت عشان الناس يقولكش يا الله ده يجي حد يضحك عليه هم يخش يقولك ده جنيه رقمي اهو اولا البيتكوين دي عملة رقمية ولكن بينكو سين هي مشفرة اه الحماية والرغبة اه الحماية لان بدأت تسيطر العملة المشفرة البيتكوين مجموعة من الافراد هي التي تتحدثها اه مش بنوك مركزية مش بنوك مركزية فاصبحت وبالتالي مفيش حد بيحميها اطلاقا يبقى لقى وجود للحماية اذا يبقى وجود فيه فساد فيه تلعبات فيه تجارة مخدرات وفيه ناس اشترت وفيه ناس اشترت يعني حطت فلوس مادية حولت فلوس بجد تقدر تشتري بيع حاجة واخسرنا وبتأثر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد المحلي فبدأت الحكومات لعبة غير متحكمة فيها الحكومات اطلاقا فبدأت تعمل حاجة اسمها العملة الرقمية اللي تحت مظلة الدولة والحكومة احنا عندنا هنا مصر بالمناسبة وجدنا ان فيه كتير من الافراد بيتكوين اه ويتم اخراج دولارات كثيرة جد مصر عندها شحف سيولة الدولارية اه طبعا ويبدأ فيه فرد مصري بيتعامل بخروج الدولارات من الاقتصاد المصري الى الاقتصاد الخارج طبعا انت المنظمات دي بيتحقق فيها لصالح مين بالزبط لصالح مين بيتحقق فيها التلاعب ده يبقى احنا اذا نرجع للنقطة الاساسية ان الجنين الرقمي خطوة اساسية نحو مستقبل افضل للاقتصاد اشتركوا في القناة